من دون أي تنصل من أي مسؤولية في العمل الحثيث والكثيف الذي تطلع به الحكومة مجتمعة وعلى مستوى كل وزارة ولافتة إلى المشكلات الكبيرة المزمنة والحالية ومسار تراجع الأوضاع في الفترات السابقة لتألف هذه الحكومة وحتى هذه اللحظة وزيرة الدفاع نائبة رئيس الحكومة زينة عكر أكدت بكل واقعية كما بكل ثقة أن الحكومة تتناول كل تفصيل يؤدي إلى معالجة الأمور إن على المستوى الاقتصادي المعيشي أو على مستوى المالي النقضي وكذلك المستويات الأخرى لا سيما منها الحدود في لقاء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين دولة الرئيسة عكر أوضحت أن الحكومة تمكنت من وضع خطة من 284 مادة موزعة على ثلاث مسارات من درجات وموجبات سادر الخطة المالية والبيان الوزاري في الغضون تجري عكر سلسلة اجتماعات مع رؤساء كتل نيابية معنية بمواد الخطة مثلا النائب جبران بسيل وذلك في سياق يوصل إلى تحديد الأولويات في تنفيذ الخطة خصوصا من جهة البيان الوزاري عكر أكدت أن مواد سادغ يجري ولوجها مادة مادة وقد تم إنجاز المواد والمواد في أساسياتها في الخطة المالية تم التفاهم وبلورت كل مندرجاتها وأولوياتها وأشارت أيضا إلى تخصيص 1200 مليار للتحفيظ 600 مليار ليرة للعائلات الأكثر حاجة و600 مليار منها 300 مليار قروض لقطاعات التصدير و300 مليار 140 للصناعة 130 للزراعة و120 للحرفيين عكر أكدت وحرصت على أن الحكومة تعمل كفريق واحد وأن النقاشات أو ما يحكى عن سجلات هي بديهية من جهة ثانية وردا على سؤال استخدم فيه مصطلح حصار غربي أو أمريكي على الحكومة حرصت عكر على التوضيح أن هناك ضغوطا أو أجواء ضغط تحيط بالحكومة متحاشية عبارة حصار وفي الوقت نفسه علينا أن نطلع بما علينا وما هو أصلا مفيد للبنان وشعبه علينا العمل لمواجهة الأحوال المعيشية والاقتصادية الراهنة كما علينا بدخول مسار الإصلاحات أكانت مطلوبة من خارج أو من داخلنا وبالنسبة إلى صندوق النقد الدولي فالمسألة لها شقان شق مالي ونحن نعمل ما علينا بكل جدية ومسؤولية ومن الواقع أن هناك شقا سياسيا لم تدخل عكر في تفاصيله عندما سئلت عن هذا الشق وضمن الحديث المسهب في اللقاء لفتت إلى العمل على السلة الغذائية وتتضمن 250 سلعة غذائية كما لفتت أيضا إلى أن الرسوم والموجبات وأمور أخرى مثل الاتصالات وسواها لا تزال على دولار 1500 وذلك على سبيل المثال وحكما من دون أن نغفل أن الأمور التي تخص النقد وأسعار صرف الدولار والسوق السوداء تؤثر في جزء كبير في مسار الأوضاع المعيشية التي تجهد الحكومة للتصدي لها وتأمين المعالجات قدر المستطاع وحيث يستطاع عن ضبط الحدود والتهريب أكدت وزيرة الدفاع نائبة رئيس الحكومة أن الأمور تضبط وتلاحق بواسطة الجيش والجمارك وقوى الأمن في شكل حثيث وأوسع بكثير مما يعرفه المواطنون فهناك مصادرات كثيرة وتوقفات كثيرة لكن ليس هناك ما يمكن تطبيقه 100% فالحدود المتعرجة طويلة جدا لكن أقول وأكرر أن نجاحنا كبير وأكثر مما تتصورون في مسار ضبط الحدود ومنع التهريب تهريب المزوط والطحين وسوى ذلك أكدت عكار